فضيلة الإمام الأكبر الأسدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكم المسلمين ما زلنا نبحر في فضائل اسم جميل من أسماء الله الحسن واللطيف فضلتك اتكلمت في الحلقات الماضية عن مظاهر لطف الله بالعباد هل يقتصر لطف الله على العباد الصالحين فقط أم يمتد ليشمل الكفار والعصاة وحتى الحيوانات والطيور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الإجابة بشكل عام الله لطيف بعباده لم يقل بالمؤمنين ولا بالهم وهذا صحيح لأن مثلا الكافر يستمتع بهذا اللطف بمثل ما يستمتع به المؤمن تماما بتمام العصاة والمذنبون والمبارزون والمجاهرون بالمعاصي والذين يعني يتمدحون بهذا يتمتعون طبعا لا أقول من حيث لا يشعرون هم يمكن أن يشعروا ولكن يجحدوا يتمتعون أيضا بنفس هذه الألطاف الإلهية يعني حتى الشمول لطف الله بالعباد ده من لطف الله برضو طبعا هذا الشمول ما هو طبعا ولطف شامل يعني سبحانه وتعالى وكأنه لم يدع عذرا لعبد من العباد في أنه ينكر ألوهيته وحتى سمى الكافر ظالم وهو أشنع وأشد أنواع الظلم الكفر لأنه سلب حق من الحقوق لأعظم مستحق للحقوق يعني الناس لا تلتفت أنا أقولك إزاي الكافر طبعا ما يكفروا المسألة مش كده المسألة هذا الذي يقول وذلك لو أن واحد ظلمه في يعني ألف جنيه ولا ألف دولار ما ينمشي الليل لكن فكيف بك إذا يعني أنكر وظلم من يرزقه ويلطف به ويرعاه ويسر له الأمور ويعطيه للعقل ثم يعطيه التفكير والأدلة وبعد ذلك أقول أنا لا أؤمن بالله هذا ظالم فعلا فإذن اللطف الله سبحانه وتعالى ليس قاصرا على المؤمنين ولا على الصالحين وإنما هو لطف أيضا يلحق الآخرين كما يلحق المؤمنين ويستمتعون به غير أننا يعني نفرق بين أمرين في فيما يتعلق بلطفه سبحانه وتعالى بالكائنات الأخرى غير كائنات الإنسانية فمثلا إذا كانت الكائنات الأخرى عبارة عن حيوانات أو كما قلنا وضربنا مثلا للفرخ الذي يخرج من البيضة ويجري ويتقذ الحب هذا لطف به لأن هذا المحل قابل للطف قابل للطف بمعنى أنه يستفيد به في حياته الخاصة قل مثل ذلك في الطائر وفي الحيوانات وفي كل شيء يدبه على وجه الأرض يعني أنه يتحرك فعلا الله يلطف به من حيث ولادته من حيث معيشته من حيث مثلا السعي على رزقه من حيث الأكل من حيث كواق من حيث التناسل كل ذي ألطف لو ترك لشأنه ولا يصدق أن يفعل شيئا